بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله مؤخرا نشرت الأمم المتحدة تقريرا يؤكد أن أكثر من 700 ألف شخص ماتوا منتحرين العام الماضي سبحان الله هذه نتائج مرعبة أيها الأحبة لذلك هذه الظاهرة استرعت انتباه العلماء فقاموا بدراستها وفق أبحاث ودراسات علمية أصيلة وتبين لهم أن النسبة العظمى لمن يموت منتحرا أو لمن يقدم على الانتحار هم الذين يعانون من اكتئاب شديد أو اكتئاب حاد ومعظمهم من الملحدين سبحان الله يعني يكون لديه أفكار الحادية لذلك هناك دراسة علمية يعني أجريت عام 2012 ونشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي خلصت إلى نتيجتين أن الإلحاد يطور لدى الإنسان رغبة في الانتحار وأن أكثر من يقدم على الانتحار ملحد سبحان الله الله تعالى ماذا قال وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا سبحان الله القرآن حتى لم يغفل هذه الظاهرة لم يغفل ظاهرة الانتحار لأنها مدمرة بالفعل للإنسان ولذلك يقول العلماء إن أفضل علاج لموضوع الانتحار هو السعادة أو أن تمنح إنسان الأمل أن يكون سعيدا من خلال أنك تمنحه الأمل سبحان الله انظروا إلى هذه الآية كم فيها من الأمل كم فيها من الرحمة وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم والحمد لله رب العالمين